من جهة اخرى حذرت شرطة ابو ظبي الجمهور من تجدد اسلب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضللة يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشفه بانه وقع ضحية نصب واحتيال واكدت شرطة ابو ظبي على ضرورة الالتزام ضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الايجارية وان لا يكون خفض الايجار الوهمي دافعا للوقوع ضحية الاحتيال العقارية